كما أكد سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أن المغفورة له بإذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان رمزا من رموز دولة الكويت وقدم الكثير لشعبه ووطنه وأمته وتعهد سمو الشيخ نوافل أحمد بتجاوز التحديات التي تمر بها البلاد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن غضاء الله قدره وأن وحدث سبحانه الذي لا يحمد على مكره سواه نحمد تعالى ونشكره في المحنة والبلاء كما نحمده في الفضل والرخاء فقدرحل عنا إلى دار الآخرة رمزا شامخا من رموزنا الخالدين قدم الكثير لوطنه ولشعبه وأمته ترك أرصا قنيا زاخرا بالإنجازات والأعمال المشهودة محليا وعربيا وأسلاميا ودوليا نستذكر بكل الأشزاء والأفتمام توجيهاتها السديدة ونصائح الأبوي التي تعكس أشغح الكويتنا الغالية وأهل الكويت الكرام والتي تضل نبراسا فهاديا لنا ونهجا ثابتا الأخوة الرئيس وأعضاء المجلس المحترمين تعرضت الكويت خلال تاريخه الطويل إلى تحديات جادة ومحن قاسية نجحنا بتجاوزها متعاونين متكاتفين وعبرنا بسفينة الكويت إلى بر الأمان ويواجه وطننا العزيز اليوم ظروفاً دقيقة وتحديات خطيرة لا سبيل تزجاوزها والنجاة من عواقبها إلا بوحدة الصف وتضافر الجهودنا جميعاً نخلصين العمل الجاد لخير ورفعة الكويت وأهل الأوفياء واذ نشير إلى هذه التحديات فأننا نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي ونفتخر بكويتنا دولة قانون ومؤسسات وحرصاً على تجسيد روح الأسرة الواحدة التي يعرف بها مجتمعنا الكويتي وانتزامنا بثوابتنا المبدأية الرازخة وأنني إذ أتصدى لحمل المسؤولي الجثيمة بروح الأمل والطموح لعاهد الله وعاهد شعب الكويت وعاهدكم أن أبذل قاية الجهدي وكل ما في وسعي حفاظاً على رفعة الكويت وأزتها وحماية أمنها لأمنها واستغرارها وضماناً لكرامة رفاة شعبه وتسلحاً بدعم ومساندة أهل الكويت المخلصين سائن الله العون والسداد والتوفية ربنا عليك توكلنا وليك أنبنا وإلك المصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر